الآن أنا أتدبر هذا القرآن فهل أتدبره لجهة مصلحتي في التسلط على الناس أم أتدبره فكرة معرفية أؤمن بيني وبين الله حسن عبادة وأصلح فيما بيني وبين خلق الله حسن معاملة صحيح في قانون من القرآن الكريم كيف أتعامل مع كل شخص من من حولي في قضية الإغلاق وعدم الإغلاق المالك الحقيقة المطلقة هو يقول أنا مسلم كما جاء في القرآن هو سماكم المسلمين من قبل فإذا سألته كم عدد المسلمين في العالم يقول لك مليارين نقول هذه هي خريطة العالم ما رأيك بالمسلمين في أندونيسيا هؤلاء شافعية وما رأيك بالمسلمين في الصين لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه ما رأيك في باكستان هؤلاء حنفية وإيران شيعية ودول الخليج وهابية وبلاد الشام صوفية واليمن زيدية واليمن زيدية وشمال إفريقيا مالكية من بقي من المسلمين يا أخي يقول هو أنا لم أقل أنا هو رماحة إذا كنت تعتقد بأن القرآن هو كتاب الله فأعمل به هم ه 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